هو قدم ما بيجيش هزوني ليه عامر اه اصله 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 ايه ما تتكلم قلقتين ايه اصله متايمين وفي قضية سرق او قتل ايه ايه ابن انا يسأل ويقتل و ولسه ما حدش شعر بالحياة فين هو هربال لغاية دلوقتي عمامين بليه كده هذا بليه كده ابلي ايه دي اخر تصيه تليك تسرق تقتل دي اخر تصيه تليك تسرق وتقتل عمامين 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 انا عمامين انا قصدي اكبر انا ليه قلت له كده ليه قلت له كده انا غبي 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 وما تنسيش تفتحي بكرة في معادنا حض ما تدخريش ما تقلقيش بقولي كاننس بتي كويسة اه انا كويسة انا كويسة بني ارى انا بحلي انا بري انا بعمل انت انا بمغاد تعالى انا بري بحلي له؟ اكيد في حاجة غلط ايه يا حبيبتي تخضتيني عليك اتأخرت كده ليه استعمل ايه كان لازم افضل فتجلر حد ما عاد يتطبيعي عشان محدش يشك ما اني كنت تعبانة قوي من بدني وهموت واجي ايه حبيبتي ريحي شوية اتطورت ودوحش علشانك اني انتي مستنية حد لا اقول مين اللي هيجبنا الوازي تعالين قول نشوف مين 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 انا امير اللي هيجيبوت الوازي ده ما عرف شفتها يشوف اهوز ايه افتحي ازايك يا امير خير في حاجة؟ انتي بخبية عني ايه يا ننسي انا؟ وهخبية عنك ايه يعني؟ وليه؟ وبعدين انت ملك بتدخل من دول في حياتي الشخصية بالشكل ده وبأي صيفة يعني؟ ننسي في حاجة غلط بتحصل وانا حاسس بيها حاجة ايه حبيبي بس ادخل ادخل ما نفعش تقف على الباب كده اتفضل اتفضل يا حبيبي اهلا وسهلا تعالي اتفضل اتفضل انت مش ملاحظة انك بيت بتتوفل علينا وبتحشر نفسك زيادة عن اللزوم ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا ننسي اكيد انت عندك حق بس في نفس الوقت العشرة والعش والمرح اللي ما بيننا بيحطموا علي لو حسيت ان انت يوقع في اي خطر على الايال اللي غزب انا بيهك خطر؟ خطر ايه؟ انت مترقبة يا ننسي ايه؟ مم مترقبة؟ ايوة مترقبة واحد عمل نفسه بتاع جرايط بيرقبك تول الوقت وانت قاعدة جوه جلر وانت شرفك انه بيرقبني مرقبة مرقبة يعني لاني شفته يا ننسي هو بيبدل الوردية مع زميله وشفته هو بيديله لاسلكي لاسلكي؟ بتعالي بقى اللاسلكي مش موجود غدا عند ناس معينين ولا رأيك ايه؟ توصد ايه؟ ننسي انا قصدي واضح جدا وفيهوش اي مجال للبس المباحث بترقبك ليه؟ معرفش معرفش؟ طب قوليلي انت اجلت سفرك لامتا؟ شمانا بتسأل ليه؟ لانك مش ناوي تسافري بالاساس انا اتصلت بشركة الطيران وسألت على رحلتك وقالولي ان انت ما اجلتش الحاج ازاي ما قلتلي انت بتتجسس علي ننسي انت من حقك تحتفظ بخصوصياتك بس انا كمان من حق افهم انت مش من حقك حاجة خالص واتفضلت لعبارك محب كده يا ننسي امير في بيتني بص يا ننسي عشان مفيش داعي تصدميني على الفاضي انا لما كانش قلب عليكي وبجد كنت كبرت ادماري كنت رايحتي نفسي وما فكرتش في المشكلة اللي انت ممكن تكونوا واعين فيها لكن انا حس ان انت واقع في مشكلة بحاول اساعدك بأي طريقة حاولي تفهمي وانا قلتلك ان ما فيش حاجة هي المساعدة بالعافية لا طبعا مش بالعافية بس كونك تغيري كل التخطيط اللي كنت بخططها وتلغي فكرة السفر النهائي معنا كده انا حسرتلك مشكلة وكبيرة خلتك تغيري كل ده وبعدين عمي جورج بقاله فترة مختفي على غير العادة يا جماعتوا عندكم مشكلة مشكلة هي يا ابني اسمح الله اهلا يا عمي مساء خير حمد الله على سلامة حضرتك والله يتسلمك اتفاضل يا بابا شوف البين بيتجسس علينا وامتابع كل تحركاتنا وبيرائبنا كأن ملوش اي شغلانا غيرنا ابدا والله يا عمي على غير ما وانالك حاسيت ان انت واقعين في مشكلة اقولت ايجي ساعد وانا قلت احنا مش محتاجين مساعدة اف ابدا اتفاضل 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 يا بابا عمي ابدا اتفاضل اتفاضل انا قاسف يا عمي لو كنت ادخلت في امور ما تخصنيش لا يا ابني فيش حاجة خالص وعلشان اكون صريح معك احنا فعلا كنا في دربك وكان عندنا مشكلة خير يا عمي لسامح الله قاحد قريب لي اتوفى وده سبب غيابي طول النهار اصلنا كنا ابنة فينو في البلد ربنا يعزيك يا عمي شكرا يا ابني شكرا طب وننسى ليه ما قلت ليش على القالة كنت روحت العزة وعملت الواجب معذور يا ابني اصلها كانت متوترة علشان طلبنها في الشهادة لجريمة قتل قتل ايوما هو ده السبب الغلا تأجل سفرها اصل القتيل امريكاني لقوه مقتول فشاقته هو كان زبون عندها تملاقوا رقم تليفونها على موبايله طلبوها يستجوبوها في كام سؤال كده انا شفت الحادثة دي في الاخبار واحد امريكاني مسكين وعمره راح نتيجة واحد ارهابي متعصن اوكي عشان كده بقى نانسي مترقبة ايه مترقبة ايوه يا جورش امير بيقول ان في اتنين مخبرين بيرقبوها قدام الجالوري انت شفتهم بعنيك ايوه يا عم وهما موجودين دلوقت قدام الجالوري اصبحوا على خيالي انت من اهلوه مع السلام ده انا ميت نشف الحمد اللي لاجت سليمة محدد اوعا تتغوّر الحد ايه شوفت ايه ده مسج من الاكاونت مونيكا حتش يعرف الباسورد بتاع الاكاونت ده غير ادم ده اكيد ادم اوعى تتهور لحد يشوفك انت فين يا حياتي تكلمني على الرقم ده زيرو تمانية اربعة ستة بس تكلمني كمان ساعة من تليفون امك عشان رصيدك تباك لا ما يخلص اش عشان رصيدك ما يخلص ترفون الانجليزي ترفون الانجليزي ترفون الانجليزي ترفون الانجليزي تباك تبيا تاني تركين يا سهام 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 انت جيت لا لسه على وصول طب يا حبيبي لما تيجي بالسلامة ان شاء الله بإصحي يا سهام حبيبتي إصحي وفيه ايه بالضبط بيحصل في البيئة ما تصحيك كده وتفقيلي إيه سهام انت لأطول كده داخل عليها بس حبيبك إيه ده إيه ده حبيبي كده وخليك كون كول كول هم انت بيجي المصطلحة دي منين بعد انت علي هنا أنا هبتصل بيكي تولي اليوم على الموبايل ما رضتيش عليها مرة واحدة ممكن أعرف أنت كنت فين اه كنت نايمة يا سيف كنت نايمة نايمة تولي النهار هم أصونا صرت برحة قدامي تفيد بقعت دخلت كلت وبيتني متعرطت قولها اه طب وليلي بقى بمناسبة الأكل يعني بيت طويل عريق كده مفوش أي حاجة أتاكل التلاجة فاضية ليه؟ أسفى حبيب أسفى كنت جعني قوي فكلت الأكل كله كلت الأكل في التلاجة كله؟ هم كله ما شاء الله طيب كان فيه تورتاية أنا جابيها مبارح تحتافي؟ كلتها كلت تورتاية؟ هم كلتها؟ لوحدك؟ أولاً هي مكادش تورتاية كانت نص بس أولاً إيه؟ تبتعد على الأكل ولا إيه؟ يا حبيب تبعدش ولا حاجة أهل فهي أنا وشيفها بس أنا خاف عليكي يعني بس تورتاية ممكن يجريك السكر ولا حاجة يعني بعد الشرع علي فول الله ولا فهلك يا أخي هم 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 سيام إيه حبيبنا؟ سيامتي كويسة؟ أنا؟ زي الفل بس مش عارف ملاحظ كده عندك حالة خمول كده مش من أي حالي إحنا عايزين على بكرة ولا بعد وكده نروح لدكتور ونتطمن دكتور؟ إنت عندك حالة طبعاً لازم نروح هنروح هنروح تصبح على خير وقت يا كريم أنت فيني يا ابن أنا مستنيك من بدري يا سيدي أنا كويس المهم أنت طميني عليك أنا مش مصدق اللي بسمعه ده إنت قدم تعمل كده؟ يا كريم والنبي مش وقتك هامدة أنا قتلت أه بس كنت بدفع عن نفسي وعن واحدة ملعاش عايز زم في أي حاجة الموضوع طويل مش قادرش عارف دلوقتي المهم أنا عارف طبعاً أن أمي أكيد مترقبة وأهلي كلهم مترقبين وتليفوناتهم كلهم مترقبين أنا عايزك تشوف لأي طريقة تطمن بيها على أمي وأبويا طب تطمن تطمن أنا أنا هتصرف وحكلمك المهم أنت في حدة أماني الحمد لله ما تقلقش أنا لغاد دلوقتي في أمان بس الله أعلم بكرة هكون فيه طب طميني قولي أنت مش بحتاج حاجة ما تقلقش الحمد لله كل حاجة تمامنا ما تنساش النابة يا كريم أنا عايزة أسمع صوتهمي وتطمن عليها طب متخافش أنا هتصرف في كل حاجة وهكلمك على الرقم ده شكرا لبرك أحنا أصدق أدم لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب وأمان complic أمان أمان بابطا أمان وأمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 دلوقتي. طبعا. سلام عليكم. عالف السلامة. مستحترة! مستحترة! عمل ايه طايف. عمل ايه يا رب. شوف ايه. ايه مش هتاجي معانا الجداس. ايه? مش هتاجي معانا الجداس. هاجي هاجي. روح انت بس وانا هخلص شوية شغل كده عملهم واجي وراك. ماشي. عم تدرس. لو انا اتأخرت او ما عرفتش هاجي. عرفي يعني لو تصليلي وتولعلي شامع. ربنا يطمن جلبك. امين يا رب. انا جيت لك النهاردة علشان الدين. دين. دين ايه? انت جيت ترمي بلويك عليا ولا ايه? اصبر عليا بس. اصبر عليا يا عامر. دا دين ليك عندي. اه. ازا كان كده ممكن. بس انا عملي مسالفت حد حاجة. بس انت انقصت حياتي. رفعت عني الظلم بشهادتك يوم المحكمة. اه. هو. انت اللي كنت متعم في القضية؟ معقولة. معقولة ما شفتنيش يوم المحكمة. معلش متأكذنيش. اصر اليوم دا كان يعلم بيه ربناك هتعيني مزغليلة ومش فاهم اي حاجة. بس انت عرفت بيتي ازاي؟ انا روحت لك الشغل. وعرفت ان انت مروحتش في الشغل من يوم القضية. اروح شغل ليه؟ روحت ولا مروحتش كلها محصلة بعضها. بصراحة انا جاي لك في شغل. شغل ايه تاني؟ اروح عشان انا واحد ولا ايه؟ انا عندي مزرعة صغيرة ورساها عن ابويا الارحم. وبصراحة مش فضاء ديرها. والفلاحين يا عامر يا اخويا انا هابوني. ايه رأيك؟ ما تمسك آلي؟ انا؟ طبعا وفي امل منك كفاية اللي انت عملته معايا. وانا سمعت ان انت بتفهم في الزراعة كويس. وخلي بالك لو الشغل عال العال والمحصول صح صح انا هديك نسبة واعتبرك شريكي في الارباح. انت بتتكلم جد؟ يا سيدي ادي 3000 جنيه عربون من تحت حساب نسبتك. وهربون كمان. انا اكيد بحلم. يا عامر دي حقيقة. انت راجل اصيل. الاصيل اللي زيك عمره بيكون جازاته البهدلة والمهانة. الحمد لله. بس بقولك قبل ما تخرج من الباب ده نمضي عقد عالكلام ده. يا سيدي ادي العقدة اهو. وامضيت عليه. امضي انت بقى. اتفضل. بس هعطلو منك طلب. تحت امرك. مش هانجين بقى نزرع المزرعة بطيخ. امضي يا عامر امضي. ها 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 ها. موسيقى سبع الخير ايه اللي مصحيكي بقدري يعني مش عويدك اهو قلت ابتدي اليوم من اوله عشان اتكسل اللي انا في ده ونقعي على ايه النهاردة ابدا هنزل اعمل شابنج وبعتين اعدي على بابا ومابا اشوفهم عشان واحشوني اولا مفيش داعي هو ايه اللي مفيش داعي يعني مفيش داعي لبابا ومابا النهاردة عايزك تواضي في البيت انتي تعبانة مش امكن وانتي برا التعبيه اللي عليكي تعبانة ايه يا سيف دول كان شوية تكسل وراحوا لحالهم وبعدين انا مخنوقة عايزة اتهوى تتهوي يعني تتهوي مع جوزك يعني رجل على رجلك غير كده مرفوض وبعدين لو عايزة ايه حاجة يا دوب العسكرة هيوصلني لحد الشغل ويبقى موجود هنا برابا بالشقة اطلبي مني كل اللي انت عايزها ايه انت حبسني ولا ايه هايبتي انا خايف عليكي مش عايز مجاسفة لحد ما نشوف دكتور يحددلي حالتك الصحية انت عايز تعبني بالعافية سهام انا اللي شايفك انت مش شايفة نفسك انت ليه عايزني انطرشة وعامية وخارصة ليه مصر تلعبني على ان حتة شطرنجة عملت لعبها المينوش ما لزا اما انت عايز انا اكتر واحد في الدنيا دي اعرف مصلحتك والكلام في الموضوع ده تاني انا مش عايز كنونش عارك حلوة بقى له سنتين يا سيف انا عايز اكون مسققاة ها يا علي انت تاني عايز يا كريم بجد المرة عايزك في موضوع سيريس اوي وما يخصنيش انا يخص ميني يخص ادم ادم انت تعرف حاجة عني بصراحة اوه كريم انت كذاب واكد دي حركة من حركتك البيخ ليه بس؟ عشان انت مستحيل تصك فيه في موضوع مهم زي ده بسهولة بالعكس بقى انا بصك فيك جدا عشان انت فعلا انسان محترم وعندك رسالة ومعتقدش ابدا ان انت هتقبالي بظلم انسان انت عايز مني ايه بالزبط؟ بصراحة هو ادم كان عايز يتمن على والدتك وانا مالي وما الموضوع زي ده؟ يعني اصلا انا صاحب قوي واكيد متراقب وهم كمان اكيد متراقبين لكن انت معتقدش ان حد ممكن يراقبك عشان انت صحفية يعني عشان ما حاولكيش شبهات انت عايزنا روح لهم ليه؟ بصي ما عايزك تكلميني عن رقم ده اوكي؟ اول ما تكلميني انا هعمل كونفرنس بيننا وبينك عشان قادم يعرف يكلم والدتك طب وليه يعني ما تديني رقم وانا تكلمه عليه على طول؟ ولا انت مسمق مني؟ لا خالص يعني بس هيدي رغبة قادة وبعدين يعني خلاص لو انت مش عايز انا اسف يعني هتبريني وانتش حاجة بالعكس انا مبسوطة انك وصاقت فيه ولا يمكن اغزيلك انت او قادة واعتبر يا سيدي نسركم في بير غويت متشكر يا با علي بصي بقى ده العنوان عشان ما تطهيش ماشي؟ ماشي ألف سلام عليك يا أبا ماشي الله عدوينك يا حجاني انتوا ايه اللي جابكوا؟ عايزنا نعرف انك تعبان يا أبا وما نجيش نسأل عنك ياريتني كنت مست وارتحت وعدول كده يا أبا بعد الشر عليك احنا ملناش غيرك الان اللي كنت ارتحت من مرة دي خسارة أصعب خسارة دي الإنسان يحس ان صرته تهزت في نظر اللي بيحبهم وهي المستقبل لهم في عر حيلا حيقهم طول العمر سامحون يا أبا سامحون ماتقولش كده يا أبا مأيام هناس كتير بتغلق المكان ده مش من مقامكم طالما انت فيه مقام وعلي يا أبا كيفين انت عملت كل ده علشاني؟ يا نفسي انها اتعدي على خير وربنا اصطرها وما نفترعش معدر ومكتوب يا عم أمين وبعدين يعني الأيام بتجري بسرعة بكرة تخرج لنا بألف سلام ويتلمش عملنا زي الأول يا أبا ما فتكرش كده ما فتكرش تطمنوني على هذا ما عرفتوا عنه حاجة؟ ما نعرفش عنه حاجة يا أبا بس إن شاء الله خير حبيب يا أبا حبيب يا أبا ومكتوب يا أبا ومكتوب يا أبا ومكتوب يا أبا ومكتوب يا أبا أستحملي بكتير صبرة صبرة معايا با ومكتوب يا أبا ويا عالم يا عالم هتستحرني لتاقي يا رب يا رب يا رب أي خدمة استهانم؟ أنت جيت إمتا؟ لسة أوصل حالا أيها سمر مش هينفع أجيلك خالص العسكر يرجع على طول معقول بالسرعة دي ده أنت حظك سفتة قوي طب أقولك إيه؟ أنا عصبي تعب أنا قوي ومشدودة ما تيجي تقعد معايا شوية لا لا يا سيام مش هينفع خالص أصلا وجوزي رايحين كروس بأصوام ولازم نجهد هتعود وقدي إيه؟ يعني حوالي عشرة أيام طب وبعدين يا سمر ما سيبنيش كده اتصرفي بصي أنا ممكن أديك نمر التيلر يجبلك الحركات ديليفر لحد البيت إيه؟ لحد البيت؟ أيوة يا بنتي لحد البيت في إيه مالك؟ ده بيجيب لنا كلنا عادي طيب طيب ديني النمر ها؟ أوكي أوكي بنا يسطر منور يا دكتور ميرو دكتور مين بقى عم سيفبل هايلومان الجامد اللي التفيدة إيه يا عم ده؟ المساعة لما دخلت واحد يسلمني للتاني يسلمني للتالي يسلمني للتالي اسم الجامد مني بالزبط حاجة كده على قد دي لا على قد دك ايه؟ واضح انك مالي مركزك تمام وعلى فكرة ده بقى يأكد لي ان انت حتقدر تفيدها قفيدك في ايه؟ وامورني بص يا عم سيف أنا عندي واحدة قاربتي طلبوها للشهادة في قضية الراجل الامريكاني اللي تقتل من كم يوم راجل الامريكاني؟ ده قضيتي اسمها ايه يا قاربتك دي؟ اسمها نانسي جورج غطاص عرفها بيت اسأل الامر قاربتك دي؟ اه يا سيدي قاربتي طب قللي جوستاش ليه؟ يا اخي طب فيش فايدة فيك ابدا بقولك قاربتي طب خلاص عرفها؟ مؤندسة الدكور هيا بعينها بقولك يا عم سيف البنتي دي بنت ناس جدا ومش قادر اقولك عالتها زي الزيف تقدي ايه من ساعة تما طالبوها للشهادة في المباحث بتخدمي في الموضوع دي سيف دي باتخالك قولها تتطمن ده إجراء روتيني بيحصل في كل جرائم القدل المباحث بتجمع كل الناس اللي ليهم علاقة بالقديم يحققوا معهم وبعدين يحطوهم تحت المراقبة الفترة يمكن يظهر عليهم حاجة كده أو كده بعد كده بيرفعه من عليهم المراقبة وبعدين بنت مالهاش علاقة الجريمة الأصدر وكده كده ترفع من عليها المراقبة الله يطمنك يا أخي يش قادر أقولك أهلها كان المخطوطين عليها إيه؟ لا أقول لها تتطمن أنا بقى ليه عندك ترب تقمر سيف؟ يفسح بس اكترة اربعة ايام معنا طب ازي فاستاذ تنشو بيه؟ إيه اللي قلق دا سبت هانم؟ عقيد وعسكري وقف على الباب؟ أنا والله لو ما سمر هانم ندخل هنا لو أتاخد مني ميت وإيا حصل خير وريني معك إيه؟ أنا معايا سبعين سبع بيه وخمسين وصبعين قاتوا معاتوا ماما اللي اثنين تشكري قوي لا أي خدمة ستاني؟ آآ خلاص يا قسطب لما الحنفيه أدخله تاني هنبعاتلك تحت امرك ستاني تشكرين قوي معلش يا جماعة أنا آسف جدا إن أنا طبت عليكم كده من غير سابق معايا بس الحقيقة يا عمين عندي خبر ما كانش ينفع أخاره عنوكو عبدا ولا خبيه خبر ايه يا خير؟ خلاص يا عمي شالوي المرأبة من عم نانسي بجد؟ عرفت منين؟ عندي يا ستي واحد صاحبي لطبة كبيرة في الداخلية أكد لي نفس اللي كنت متوقع بالحرف قالت ايه؟ قال لي إن هما كانوا حطيني المرأبة على نانسي ومن ثلاثة كده لكن أول ما تأكدوا إنه ما فيش أي شبهات حواليها رفعوا عنها لبقراء بعرضهم انت متأكد من اللي بتقوله ده؟ أيه طبعا يا عمي صاحبك ده؟ انت مليئ دك منه؟ ده صاحبي بالعيام ما كنا سوا في المدرسة يعني استعال هيكتب عليها مش قصدي قصدي يعني هو مركزه مهم يعني معلموته موثوق فيها؟ إيه اللي موثوق فيها؟ ده في أمن الدولة إيه؟ أمن دولة؟ معيطانت القضية بالكامل تحولت عليهم لأن الضحية فيها أمريكاني غير إن فيه شبهة إرهاب في الموضوع هو بنفسه الأكد لي إن هم خلاص رفعوا المراقبة عن ناسي ربنا يطمينك يا عشان تعرفي بس إن أنا فعلا قلبي عليك البوليس شكله برقب هدل مصيبة عرفت من إيه؟ حسيت بيه مرايا ما أنا خبرة في تجارة الصنف عشر سنين وعمري ما تمسكت ما هتجارة بتخلي لك عين تالتة في ظهرة بس بس ما تقرش على نفسك إيه الشر بره وبعيد طب وك أنا بيرقبوك ليه؟ حكيد عشان ما هو دارت شرط تفتكر بيشكوا فيك؟ طب إزال؟ ده أنا مغلطش قدامهم ولا كلمة انت مش قلتلي إنهم بصموك؟ آه ممكن ليقولك بصمة كده ولا كده؟ وده اللي مش هكيكم فيك؟ يا غبوتك يا أخي هم لو كانوا لقوني بصمة كانوا حبسوني وقتي هم اللي مش هكيكم فيك؟ مش عارف ممكن بيحصحصوا كده لغاية ما يتأكدوا تفتكر؟ وأنا حاجع على دماغي ليه؟ وعلى رأيي المثل امشي عادل يحتر عدوك فيك يعني إيه؟ يعني إن كن ونختفي من تجارة الصنف دي لغاية ما الأمور تهدى والعين تروح من علينا علينا ده إيه؟ هو أنا مترايب معاك؟ يا عم حد جاب سيرتك وأنت استدعوك واللي خدوا بصمتك ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ ما هو إيه؟ ما هو عشان إحنا الشركة لازم أقولك على حاجة افتكرت إن عملتها وإحنا هناك حاجة إيه؟ أصلي أصلك إيه؟ أصلي وإحنا خارجين من عند الأمريكاني دوا كدبت عليك وقلت لك إن أنا مسحت بصماتي وأنا ما مسحتهاش يخرب بيتك طيب والعمل تجابك تلازم تختفي خالص اللي من دول وقوة هتعمل أي مشاكل تتمسك تروح لإسمي فيشوك هناك الجرجرنا يا حبيبي على الإسم والبسنا القضية أصدر علي يا رب بقولك يا بابا أنا عايز أشوف قدامه وتطمن عليها إيه اللي بتقوليه ده يا لانسي؟ ما ينفعش دي مجاس فمحدش يعرف نتيجة عاتبة إيه؟ لا أموه أنا ما ينفعش ما تطمنش على الإنسان اللي ضحب حياته ومستقبله عشاني يعني كده خطر عليك وعليه يا حبيبتي مش معنى إنهم شالوا المرأبة عليك تبقى في أمان؟ وممكن الزابط صاحب أمير يكون بيعمل حركة تمويه عشان تاخد راحتك وتقعي في المحظور لو حصلت هتنكر وارروح له وليه ده كل يا حبيبتي؟ عايز أتطمن عليه يا ناس دمير بيقنبني نحيته ما ينفعش أسيبه لوحده لازم أبقى جنبه وجود الجنب وحيعمل ايه؟ ده ممكن يعرضه الخطر أكتر يا بابا، يا بابا ده بقى أهله ما بقوش معاه إحنا الناس اللي فضلينه بس في الدنيا ده غير الرعب اللي زمانه عايش فيه طب خليها لبقرة الصبح لا يا بابا عشان خطري دلوقتي ليه لفرصة كويزة صدقني ما أنا عارفك دماغك ناشفة واللي بتعوزيه بتعمل ايه؟ جورج، انت عتقوم على أمها ولا ايه؟ إحنا عنروح ونرجع على طول طب ما تخلي حضرتك وارروح أنا واجي بسرعة؟ إزاي يا حبيبتي؟ عايزة تروح الواحد غريب في شقة لوحدكم؟ ده بالذات أنا هستأمنه على روحي كفاء اللي عمله عشان يندفع عن سماتي وشرفي؟ طبعا يا بنتي ده إنسان أصيل واللي بالنبل ده مستحيل يغضر أو يخون بس أنا لازم أجي معاك عشان ما ترجعيش لوحدك كذلك... كذلك بحق ازايك يا ادم ها هنقولنا ايه بابا قصدي ازايك يا شريف الحمد لله انت كويس يا سيدي معه كويس هو تعالي العال زي ما قلتلك اصلها اصرت تيجي تطمنها ليك بعد ما عرفت انهم شالوا من عليها المراقبة ما تقيتش تستنى لحد الصبع كتر خيرك خيري ايه ده انت جميلك على راسي من فوق انتم مستنين حد؟